مع تزايد عمليات الاغتيال والعمليات الارهابية في مخيم الهول شمال الشرقية سوريا التي تنفذها خلايا تنظيم داعش الارهابي اطلقت قوى الامن الداخلي في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية حملة امنية اسفرت عن القاء القبض على عشرات المطلوبين مصدر امني من داخل مخيم الهول اكد ان الحملة الامنية التي اطلقتها قوى الامن الداخلي وقصد بعد تنسيق مع التحالف الدولي لمحاربة داعش اسفرت عن القاء القبض على عشرات المطلوبين ممن نفذوا عدة عمليات ارهابية ادت لمقتل الكثير من النازحين واللاجئين واضاف المصدر ان الحملة اسفرت ايضا عن العثور على اسلحة وذخائر تمثلت باحزمة ناسفة وبوزة عسكرية اضافة للعثور على انفاق وشبكات سرية تستخدمها خلايا تنظيم داعش الارهابي واشار المصدر الى هجوم نفذه مسلحون مجهولون يرجح انهم عناصر في التنظيم بداية شهر اذار مارس الجاري على نقطة تفتيشا في القسم السادس من المخيم ادت لمقتل حارسا امني من قوى الامن الداخلي واصابة اخر بجروحا بليغة بالتزامن مع وقوع اشتباكات عنيفة داخل القسم الاول بين عناصر التنظيم والحراس الامنيين وتأتي العملية بعد نحو عام على حملة مماثلة اطلقتها قوى الامن الداخلي بالادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية جراء تدهور الاوضاع الامنية في المخيم والمناطق القريبة من الحدود العراقية